هذا التعبير اللي تلجأ لإيران عبر أدواتها لما تسميه بتخفيف الضغط على حماس أو على المقاومين أثبت فشلة حقيقة وكأنه يؤزم الموقف ولا يحله لأنه كما تعلم وجهة النظر الغربية تجاه نضال الشعب الفلسطيني مغايرة لما تخزنه ذاكرتنا أو يعيشه وجداننا من أنه حراك مقاوم شريف وأصيل تحروري نعم هم يرون أنه هذا إرهاب خاسئين طبعا لكن هذه الفرضية أو هذا التوجه ربما التي تلجأ إليه تلك الفصائل بإشارة من إيران يعزز كأنه هذه النظرة حقيقة يعني الغرب لا ينظر إلى أنه تعرضت مصالح أميركا وإسرائيل إلى الضرر بهذه الجزئية المجردة لا ينظرون أنه الفاعلين إرهابيين مكملين لما يفعله الفصائل المقاومة الحماسية أقصد وما موجود على الأراضي الفلسطينية لذلك إضافة إلى أنه ليست ذو تأثير فاعل يعني واضح أنه الجانب الأمريكي يعتبر أنه إذا ما ينقتل أو ينجرح أمريكي فالضربة يعني بسيطة ولا حتى الجبهة اللبنانية هي ذات تأثير على الأرض الواقعية فقط كما تحدث حتى حسن نصر الله عندما خرج وقال بأن نشتت نوعا ما بعض القوات الإسرائيلية الموجودة في الجبهة الجنوبية اللبنانية ولكن على أرض الواقع هم يضربون بعض الثكانات وبعض المستوطنات الأصلا هي فارغة السقوف المضبوطة أو ضبط السقوف هذا اللي يعتمدوا الإيرانيين والأمريكان على ما يبدو متفق عليه وفضحها ترامب كشفها في موضوع الضربة اللي لقاسم سلمة عقبت مقتل الإيراني والذي معه في المطار بغداد أقول أنه ضبط السقوف هذا المعتمد ما بين الطرفين حقيقة أيضا يفرغ محتوى هذه الضربات وبعد أن انكشف هو مكشوف للرأي العام واضح أنه هي على الأسيجة على الجدار على السحات الفارغة لا تسقط أي قتيل أو لا تريق أي دماء أمريكية لذلك هي مكملة حقيقة أنا أقول لوجهة النظر الغربية من أن هؤلاء أيضا كما هم حماس بنفس الخانة يعني يعتبرهم كأنه واجهة واحدة للأرهاب لكن يعني لو تركوا الشعب الفلسطيني أن يعبر عن إرادته بالمقاومة وحيدين ومنفردين ربما يعني اللي يقدم دعم دعم أكون واضح أنه وبين أنه دعم بالمال بالسلاح بالأدوية بكل المواقف لكن أنتوا طيروا لصواريخ هنا وهناك على قواعد وتقع وتعملوا منها بربقاندا على سات ست مقاومة هذا ليس دعم أنا أعتبره معوق لعمليات المقاومة معوق للتحركات الإنسانية أو حتى هدن توقف القتال كلها تعرق لها هذه الإشارات أما قصة نصر الله فهذه قصة أيضا مكشوفة وواضحة وكشفها هو يعني بخطابة ترجمة نانسي قنقر